اشتركوا في القناة مفيش مجتمع سعيد مع أسرة عيسى أبدا عمرنا ما شوفنا ده دايما المجتمع الصغير اللي جوه البيت ده هو اللي بيبني العيلة كبيرة هو اللي بيبني المجتمع هو اللي بيخلينا سعدة بيخلينا مجتمع ناجح ودي أول خطوة بيبدأها معاكم النهاردة إن شاء الله في الموضوع الكبير يهميني طبعا أن أنا أسمع قراءكم في الاتصالات أو في التعليقات على صفحات السوشيال ميديا إن شاء الله لكن عايزكم تفكروا معايا في كل حاجة بقولها احنا مش بنقول هنا نظريات علمية ولا كلام كتب لا احنا كلامنا هنا صحيح معتمد على النظريات والكتب والتجارب السابقة لكن كلام بسيط أنا أخوك وصحبك وجارك وشخص تربيت معاه نفكر سوا واللي نتفع عليه كلنا ماشي ماشي طيب نيجي دقاء النهاردة لأول حلقة وعنوان حلقتنا النهاردة النكت والسؤال اللي بنترحه النهاردة هو النكت حريمي ولا رجالي ها طبعا كل الستات دلوقتي قالت رجالي وكل الرجالة طبعا طبعا قالت حريمي طيب ما تيجوا قبل ما نفكر كده هو النكت حريمي ولا رجالي نفكر في حاجة تانية هو ايه تعريف النكت أصلا يعني النكت ده هو ايه وإيه الفرق بينه بين الحزن أو الغضب مثلا يعني شوف الحزن أو الغضب هو مشاعر سلبية محبطة حاجات بتحسسك بالتعاسة ولكن لها سبب وسبب مقنع وواضح ومؤثر في حياتنا فبالتالي بنبقى إما عندنا حزن أو غضاني أما للنكت ايه بقى النكت هي نفس المشاعر السلبية والحاجات المحبطة اللي احنا بنتعرض لها ولكن إما إنها من غير سبب أو خلينا نقول من غير سبب يستاهل كل النكت ده دي حاجة أو إن النكت يكون نتيجة علاقات ومشاكل ما لهاش علاقة بالناس اللي انت بتنكد عليهم يعني عندك ضغوط عندك مشاكل بتنعكس على البيت ترجع تنكد على البيت أيوة زي ما حضرتك كده أول مبارح رجعت من الزحمة بشطيق نفسك ومخنوق فنكدت على البيت وإن اللي فيه أيوة حضرتك بتبصش وراه وكلا بكلمك أنت وكمان زي ما حضرتك كده عندك شوية مشاكل مع جرتك ومع صحباتك والوعيال ومشاكلهم فقررت يتاخد الرجل في سكتك وتنكد عليه هو كمان وتجيبينه القديم والجديد والشغل الهرموناتي يبدأ بقى هو ده النكد إن أنا أزعل من غير سبب أو أزعل من غير سبب يستاهل أو إن أنا أزعل من حد ملوش علاقة بالحاجة اللي مزعلاني أصلا هو ده تعريف النكد إنما أنا أكون حزين أو غضبان لأ مش ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة النهاردة احنا جايين نتكلم على المشاعر السلبية اللي زي النكد اللي من غير سبب طيب احنا لازم نفصل بنا وبين مشاعرنا يعني لو حضرتك عندك مشاعر تجاه زميلك في الشغل في ضغوط عليك منه من مديرك من الطريق اللي بتمشي فيه كل يوم افصل تعالى عند البيت بقى وقول لها يا جماعنا يعني إيه هافصل هاخد نفسي كده على باب البيت واحدة خالص وادخل على البيت بابتسامة لأن ولادك لو ما فرحوش بدخولك عليهم البيت يبقى انت عندك مشكلة صح ولو ولادك مش طيقين قعدتهم معاك في البيت ومستنين بابا ييجي بالسلامة عشان يخلصوا من الشريرة اللي في البيت يبقى انت عندك مشكلة بط طيب خلونا نفكر ألف مر ألف مر قبل ما نبدأ في خطوات النكد لأن النكد ده بيجي بالتدريج واحدة واحدة ديجلينا بتغرس فيه على إنه حزن على إنه غضب على إنه أنا مخنوق شوية بس كده وبعدين رجلك بتغرس بقى استمر خطوة وراء خطوة بتفضل تقع في الفخ ده وما تعرفش تخرج منه لازم ببساطة شديدة جدا نفرق مبين مشاعر معينة ومشاعر النكد يعني مثلا هو الألم الوجع الناس اللي بتتقلم ربنا يشفي كل مريض يا رب طبيعيا يحس بالألم ماشي أوكي لكن إيه علاقة الألم بإنك تنكد على كل اللي حواليك إيه علاقة إن أنا جعان بإن أنا أنكد على البيت كله تمام إنت جعان الأكل مخلص ده يستلزم إنك تتكلم مع البيت تساعد لكن تنكد على البيت ليه فيه كمان تفاصيل صغيرة قوي ببنخدش بلنا منها بنلاقي نفسنا فجأة كده مسك نفسك كده النكد ويبدأ بقى مسلسل بكرة النكد بكرة سواء من الراجل أو من الست النكد يا جماعة صناعة إحنا بنصنعه بنفسنا وعكسه عارف عكس النكد إيه أخيل كده عكس النكد إيه الفرح لا عكس النكد الرضا لو رضيت مش هتحس بإحساس الهم ده النكد حاجة طريق بنقدر نمشي فيه نمشي فيه وللأسف ما بنقدرش نوقف في الوقت المناسب جهزوا وراء وقلم عشان بعد الفاصل هنتكلم مع بعض ونشوف بقى أنجاوب على كام سؤال ومحد الشيكاستر في الوراء والقلم واستنيكم بعد الفاصل إن شاء الله شركة الدرة للسياحة اختر الرفيق قبل الطريق سنوات من الخبرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام رعاية خاصة لأهلنا من كبار السن إشراف طبي لرعاية حجاج بيت الله الحرام مخيمات شاملة للوجبات وجميع الخدمات لتوفير سبل الرحة مع المطوف المتميز أكرام بوشا مشرفين على مستوى عالي من الخدمة والالتزام مع نخبة من الدعاء يقدمون ندوات ودروس وإرشاد طوال فترة الحج فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب فضيلة الشيخ سعد عرفات وفضيلة الشيخ مؤمن الأسود فنادق على أعلى مستوى لجميع الفئات راحة وأمان مع وسائل النقل جوا وبر شركة الدرة للسياحة خدماتنا تتفوق على أسعارنا اتصل بنا الآن جايزت الورقة والألم؟ شايفك هناك أنت ما جايزتش كسلت تقوم ماشي؟ ماشي؟ طيب خلونا نقول حاجة مهمة جدا سؤال عايزين نجاوب عليه دلوقتي مع بعض ماشي؟ ونجاوب عليه بأمانة حتى لو مش معك وراء أو ألم معك موبايل أو فكر معي موضوع بسيط جدا سؤال من كم كلمة كده؟ هو إيه أكتر ثلاث حاجات لو حصلوا في حياتك مش هتبقى عايش في النقل؟ خلينا أقول لك السؤال بطريقة تانية إيه أكتر ثلاث حاجات مينكدين عليك حياتك؟ غير إن جوزك مينكد عليك وغير إن مراتك اللي مينكدها عليك والحلول غير إن تتطلقوا يعني إيه خلينا نعمر البيوت وتشوف لنا إيه طريقة سهلة كده ها كتبت الثلاث حاجات؟ طيب أنا هغششك وهقول لك كم مقترح كده ممكن يكونوا مسببين لك مشاكل أو مسببين لك هم وناكد في حياتك مثلا الولاد مشاكلهم معينة دي ما بيصنعوش الكلام الولاد انطوائي أوي البنت عنيدة لا أول حقيقة هم يعني ما بيذكروش كويس طيب خلينا أفكرك بحاجة بس إن انت من كام سنة كنت بتتمنيهم كانوا نعمة نفسك فيها حاجة يعني كنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بالساعات وبالأيام عشان يرزقك بالولد أو بالبنت ده انت دي الوقت ليه مش يفهم نعمة حتى لو بقع كل مشاكلهم يعني هو لازم تفقدهم لقدر الله ربنا يحفظ كل أولادنا وبنتنا لازم نفقدهم أو يتعبوا عشان نفتكر غلوتهم انت بتحبه انت بتحبيها بس المشاكل اللي بتحصل منهم دي مزعلك منهم أو مزعلك منهم سدقني مش هي دي المشكلة لأنهما في النهاية أطفال مشاكل مجتمعة كل حاجة وليها حل إنما إنك تشيل الهم منهم إنك تشوف ابنك أو بنتك وانت عملت قارنهم بغيرهم ودايما مش مبسوط منهم لأ هنا المشكلة مش عند الولد والبنت بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة عندنا إحنا وهقولك ليه بعد كده طيب دول الأولاد إيه كمان طيب خلونا الأول ناخد تليفون مادام سارة من الهرام أهلا بيك أهلا بحددتك إذا حددتك إسمي أحمد عبدالي أهلا بيك حددتك كنت تتكلم عن النكد الحريمي أو رجالي تمام؟ صحيح نوع النكد حريمي أو رجالي بصوا هو النكد بيبقى موجود لما بيكون في إحتواء لما يكون الراجل عنده إحتواء للسيت اللي معاه أمر ما يكون في أي نكد طيب ده طيب ده 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 للراجل ده للراجل مستقده فلو ما بيحتويش فبيحصل نكد طيب لو سيت طيب وإيه اللي يخلي بقى الراجل يحس إن براته نكدت عليه؟ لا ما هو الراجل لو هو محتوي السيت السيت هتكون نفس الموضوع وفي إحتواء عن تجربة نكحة بيكون العلاقة الزوجية لو اتمرت على مدى السيني ما بيحصلش فيها أي مجيس طيب أنا على ما سعيد أسأل حضيك سؤال ده الدور اللي الراجل يوم المفروض يوم به علشان ما يحصلش نكد إنه يحتوي زوجته طيب الدور اللي الزوجة المفروض تعمله عشان ما يحصلش إنه كدهي هو نفس الكلام الاحتواء والاهتمام الشخصي والاهتمام بكل حاجة تخصه والمحافظة عليه وعلى علاقاته وعلى حياته الخارجية وأي حاجة بتضيقه ما تعملهاش وما توصلهش لحاجة زي كده وأي حاجة هو بيحبها تعملهله وتفهمه من نظر تاني أنا أحييكي وأنا متفق معاكي في كل كلمة والتيها ده با تمام شكرا جزيلا لكي شكرا شكرا طيب نكمل كلامنا احنا قلنا لنا إيه قلنا الأولاد طيب الفلوس يمكن الفلوس يعني قلة الفلوس هو اللي ممكن يكون عامل الهم والنكد تفتكر تفتكر لو في فلوس كتير أكتر من المعالى دلوقتي وقدرين نشتري كل حاجة مش هيبقى فيه هم ما أظنش عارف ليه لأن التجربة بتقول كده التجربة بتقوله اللي احنا شايفين قدامنا إن ياما ناس عندها فلوس وعايش في هم ونكد مش بس كده ده انت نفسك من كم سنة كان دخلك في وضع معين أو في حد معين وعلي الدخل ده لسبب شغل أو لأي حاجة ولسه في نكد ولسه في هم يبقى لا الولاد يجيبوا الهم لأنهم نعمة ولا إلت الفلوس تجيب الهم إلت الفلوس تجيب مثلا إنك تبقى حيرا شوية متضايق شوية تدخنق شوية إنما إنك تشيل الهم لا ولا الولاد ولا الفلوس ولا الولاد طب المرض أنا وإنت عارفين وأنا وإنت عارفين إن المرض ده حاجة احنا ملناش يدي فيها ولا نقدر نعمل فيها حاجة دي حاجة عدى ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نعمل فيها غير إن احنا ناخد بالأسباب ونصبر وبس طيب خلينا أقول ثلاث حاجات من وجهة نظري ممكن الستة تقدمهم للراجل علشان ما يحصلش إنك تفل بيت يعني ثلاث حاجات الراجل محتاجهم أول حاجة زي ما الأستاذة سارة قالت الاهتمام بس اهتمام الراجل اهتمام الدلع بش اهتمام الاحتواء إنها تهتم بيت وتفاصيله كراجل تاني حاجة اه بعد الاهتمام الوقت المناسب يعني بص الستة كل اه مش عمل على بطل صفحة الحوادث فيه أوقات معينة ينفع نتكلم فيها وفيه أوقات لا انت ممكن تبيعيه البيت اه بس كلمتين حلوين كم الحاجة التالتة الطاع ما فيش راجل في الدنيا يوصف بوصف راجل لا يقبل أبدا 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 إنه ما تكونش زوجته مطيع لي لا يمكن أكتر حاجة تسعده إن زوجته تكون مطيع لي طبعا هو طاعة وهو يكون نفسه طبعا بيرعي ربنا فيه طيب وثلاث حاجات تانيين بقى للست محتاجاهم برضو الاهتمام بس زي ما قلنا اهتمام الست احتواء خلي بالك منها رعيها اهتم التفاصيلها حاجة تانية بتحبها الستة قوي بتهتمي بيها وبتحتاجها جدا إن تحس إن جزءها عنده مسئولية مسئولة عن كل حاجة عن كل التفاصيل بيهتم بيهتم إنه يقوم بدوره دوره كرجل ودوره كذوب لازم يكون عنده المسئولية دا آخر حاجة في النقط اللي تهم الراجل وهو بيتعامل مع الست أو تهم الست إنه يعملها الراجل هم عاملين يقولي فيه تليفون حاضر حاضر والله الإخلاص اللي هفه والدوران بقى والعاط بتاع زمان ماشي يا صح لي خف بقى خلصت كلام دا خلص انت راجل مسئول دلوقتي ناخد نادم لدء أهلية فضالية فضالية نادم أنا سامعي وقت التلفزيون بعد إذنه أهلو فضالي معاك عايزة أقولي حضرتك بسه حاجة أول حاجة يعني والنكد أصلا بيجي معند الحريم أول حاجة كده أكثر الوقت بيجي معند الحريم يعني انت رأيك إن النكد حريمي نقطة مهمة بالوقت الوقت المناسب أي وقت آه صحيح يعني الست ما بتختارش الوقت المناسب وفيه آآ دجمل مشاكل أول مرة يجي دخل من هنا ويا نازلة مساسل على طول على طول على طول هتختار في الوقت مثلا بتكلم فيه خالص طيب أنت بتعملي كده لها دا بقى ولا ألو أنا بشوف نفس كثير تعمل كده أنا عموما ولا متجوزها ولا مخطوبها طيب يعني النمازج اللي شفتها حواليك فيها ده وده يعني فيها اللي بتقابل كويس وفيها اللي اللي عمال على بطال نكت في كل وقت 24 ساعة شفتي النموذجين 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 انتو شفتيهم شفتي نموذج الست اللي بتقابل جوزها كويس وبتختار الوقت المناسب والست اللي ما بتختارش الوقت المناسب ألو طيب ستقطع آخر آخر حاجة جماعة قبل ما نطلع الفاصل ما تسيبش مراتك تعمل كل حاجة جوه البيت وبره البيت وقالين ترجع تقول ما بقتش ست وانت كمان ما تطلبيش ان جوزك يكون تابع ليك وبترجع تقولي بعد كده ده رجل زي قلته نرجع بعد الفاصل وخلي بالك وانا هاخد الغياب محدش روح هنا ولا هنا ونطلع الفاصل الحمد لله على السلامة خدنا الغياب وكل الناس موجودة ومشاء الله كده النكت لحريمي ولا رجالي يا جماعة النكت ضغوط ضغوط نفسية كل اللي بيحصل ان الطرف الأضعف اللي ما بيقدرش يتحمل الضغوط دي بيبدأ النكت وتبدأ بقى سلسلة النكت بكرة صح كده؟ طيب عندي كان فكرة بسيطة عايز أقول هلكم خلونا نطبق اللي نقدر عليه منها ومستني طبعا تعليقاتكم على الفيسبوك ان شاء الله وعليوتيوب ونعرف رأيكم في الحلول دي أول حاجة حافظوا على أذكار الصباح والمساء الأذكار مش مجرد كلام دي صورة ذهنية تتحفر في ذهننا يبقى أول حاجة أذكار الصباح والمساء تاني حاجة صلوا مع بعض جماعة وادعي يا عم ادعي وخليهم يأمنوا وراك اسمع كلامي ربنا هيستميل وكمان ادعو البعض ادعو البعض الظهر الغيب الوقت اللي بتضيعيه في انك تحسبيني عليه ادعيه له أحسن هيبقى كويس ادعو حاجة كبيرة ونعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى كمان اقروا صفحة من القرآن مرة في اليوم بس مع بعض اركنوا الموبايلات عملوا رف كده حطوا عليه الموبايلات لمدة ساعة في اليوم وقعدوا تكلموا مع بعض خلوا بينكم ومن بعض وقت تتكلموا فيه وتفضفضوا كده في هدوء من غير نكت رب ولادكم بالحب بالدعاء الولاد نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى اوعد بصطولها لانها نقمة مهما كان لازم يكون عندنا الكلمة الحلوة التغافل الحب نصبر على بعض شوية اخر حاجة ما اقدرش اختم اول حلقة لما اشكر كل فريق الاعداد وشباب اللي فعنا في التصوير هنا وفي الكنترول وشكر كبير جدا ليهم انهما سبب في خروج اول حلقة على خير وقدمنا مشور كبير ان شاء الله بشكر الاستاذ محمد فاروق وشركة الدورة على جهدهم الكبير معانا بشكر اهلي واحبابي واسرتي وطبعا بشكر ابي وامي ربنا يديهم الصحة ويبارك في كل ابانا وامهتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته